ولازم كمان لعبة الاهلي بنحاول لنقل لهم اديه ان ايه بتاع الجيل الزهب السابق وده جيل بيسلم جيل انت بتمثل النادي الاهلي اللي بكبرياءه ما بيقفش على اي مباراة وما بيرهابش او يهاب اي منافس ده كان كلام مهم جدا ده توقيته للكابتان حسام غالي نسمعه ماتش الاهلي ويس روما كان مارتينيول هو المدير الفني والماتش كان في دبي وكنا في مؤتمر صحفي قاعدين مارتينيول بيتكلم بشكل ان هو يعني ماتش اه طبعا ايه سرومة فرقة كبيرة وعريكة ولي احنا لدينا الشرف مؤتمر سبالتي اه لنا الشرف والفخر انه لعب ضدهم وكنت حاسس في المؤتمر ان هو بيقول يعني ان احنا ماتش عادي ناو نتغلبنا وطوله انت مش هتلعب على المكسب يعني هنشوف وطوله احنا لعبناهم قبل كده وكسبناهم اتنين واحدة يعني موامات شو ايه دي وحنا زلين هنكسب ايه سرومة ايه اللي حصل لعبنا ايه سرومة في دبي وكسبناهم اربعة تلاتة احنا متربيين ان احنا عندنا كبرياء كده من النادي الاهلي من كيان ده كله من البطولات من جماهيره عشان كده بنكسب فرقة اوروبية عشان كده بنعمل البطولات عشان كده بنحقق انجازات عشان كده الناس اللي تقولك الاهلي هيتغلب النهارده مش عارف كام ستة وسبعة وثمانية بيلاقوا النادي الاهلي النهارده بيقدي و الماتش كله شغال كان مغلوب واحد سفر و كان يوم ممكن يبقى احسن من كده وفي الاخر اتغلب اتنين سفر والناس كلها متخيلة ستة وسبعة وثمانية ان احنا هنتغلب زي بارشلونر ما حصلش فهو انا بتكلم بالغيرة دي اسيك طي انت عارف يعني ايه جوه النادي الاهلي و يعني ايه اللعيبة بتلعب على مكسب دايما و عندهم سكة و عندهم اعتزاز بنفسهم و عندهم شجاعة اكتر و عشان كده انت الكافيتان و عشان كده هو مارتين يول مارتين يول لم يعصر سهزي الثقافة و كان بيتكلم فعلا زي ما كابتن حسن بيقول كده يا جماعة بيماهد يعني ده ماتش دايسي روما فقالوا ما احنا كسبناه مابل كده و احنا النادي لا يا ما بنلعب نلعب نكسب كسبنا ماريال مدريد و كسبنا برشلونر دي يحسب دي يحسب بس هلعب عشان و كسبنا و كسبنا تاني ياسي روما اللهم جايين و عارفين انهم خسروا قبل كده منين و كسبنا اربعة ثلاثة ماتش ربنا ديله الصحة تألخ فيه تماما مؤمن زكريا كل الدعاء بالشفاء لمؤمن يعني الحقيقة ربنا معاه يا رب بإذن الله تعالى في الظروفه دي تيكتب له الشفاء بإذن الله و كسبنا يا خلية مدريد و كسبنا يعني و اي عايز يقول للعيبة و انت بتلعب باسم النادي الآلي و انت بتلعب باسم النادي الآلي و لازم انت تتحلى بالشجاعة الكافية و لازم انت تحفظ على كبرياء الاهلي هو ده هو هو الكابيتان و ليه لان هي دي جوا و هو اللي زي كابتن حساب غالي و كابتن عماد متعب و كل نجوم هؤلاء العظام يعني و الجمعة دول دول مهم و لذلك انا بالله تاني و تالت و رابع و عشر النماجج دي لازم تقعد و تلتقي في شكل دوري بفرق النشئين بتاعتنا ده كلام مهم جدا اللي الكابتن خالد بيبو اه لازم لازم النادي دي تقعد تفاهمهم يعني ان دي الاهلي و احنا لئه عملنا هذي الانجازات و انت في النادي الاهلي مش مسألة من انت يعني مش هل تعمل لقاءات للعدد كبير من ولاد النشئين انا عملت هذا كلام مع النجوم لزي كده مرة و تلاتة و بقوله تاني دلوقتي ارجو ان هو في التنظيم الرائع اللي بتعب الاختاع عن النشئين دلوقتي و التخطيط الطموح جدا انك تشتغل على الاعداد الاهلاوي الايقونات الايقونات دي الكلمتون دول للولاد اه للشباب الزغير هو عتسدى انك انت في النادي الاهلي مش في احسن نادي تقدر تكسب اي حاد و احنا عملنا و عملنا و عملنا و عملنا هو عتسدى ان المسألة مسألة انك انت لما تطربى في النادي الاهلي حتى لو خرجت منه تبقى خارج منه عشان ترجع له طب لما رجعتلوش تبقى عشان ترفع المجال اللي انت رايح له الى هذه الطموحات تبقى كرة مصرية تستفيد كلها من النماذج دي اشتركوا في القناة